اشتركوا في القناة وكان دافع على بلادي كان فيكم اللي غيقوا الحاشة ولكن الدوك اللي قالوا علي يا راني حقارة وداروك يعطرو بسميتي في الفيسبوك كان قول ليهم ايه انا حقارة حيث كان واجه خبتكم وحيث فرشتكم قدام الشعب المغربي كان قولها الربعة الحلايقية المعطيمون جيب وبو بكر الجامعي وخالد بكاري وفؤاد عبد المومني انا كان فتاخر نحقر بحالكم بحال فؤاد عبد المومني اللي كان كيهرف على خمسات الملايين كل شهر من فلوس الفقاراء في مجال القروض الصغراء وكان كييمصل مخصوصين دمهم وكييركبي في الطائرات وكيتمختر بيهم في الفنادق الفخمة ديك الساعة ما كانش كيتشكا حتى ساستوا جمعية الأمانة مع الباب عاد باليه باللي المغرب ما زوينش وباش نفهمكم اسيادي هادي السيد راه كان مدير في الجامعية اللي أسسها محمد القباج ودريس جتو ومحمد الغازالي وغيرهم هاديك الساعة كان المغرب زوين ياك سبحان الله على شبه وبحال بوبكر الجامعي اللي كلارزق دوك اللي يخدموا معاه والسنة سيس والمطباعة وبغا يمشي تخبه في القصر الملاكي تحت غيطاء مكلف بمهمة ومن اللي ما حاشهاش ليه القصر الملاكي جمع شتيطو ومشي يسخن تحت صدر دولة الاستعمار ديال مميمتو فرنسا وبحال ما عطيمون شي اللي من اللي بغاوا يتحاسبوا معاه على شي فلوس اللي دخلات لشي جمعية كان مخبيت حت ثقفها وكان كيمخ مخفيها مشا حتى هو جمع شتيطو باش يقصد مميمتو فرنسا ولكن حبسوه في المطار وقالوا لي ارجح حتى تصفي حسابك وتصبن حوايجك ياك الحساب صعبون وبحال محمد زيان اللي يا ما صال علينا وجال في يامات اقوى وازير في تاريخ المغرب دريس البصري واقوى مستشار ملاكي في يامو احمد ريضا قديرا وملي هاد الناس مشاو عند الله السيد بغا يتشقل بقدامنا في العهد الجديد ويشطح علينا شطحاته اللي دخل بهم نوبير الاماوي للحبس دابا هادوك يقولوا علي يراني حكارة ايوا بصحتي حيت كان القارة حتملي كان حكار بحالكم اممتكم فرنسا اللي باعت القرد للجزائر وضحكات عليها من اللي جلاته ايه باعت الوهم للجزائر باش تسف الغاز الجزائري وتبيع لهم الاوهام كيف ما باعتها لأفريقيا تصوروا معايا العسكر الجزائري بغا يتجبد مع فرنسا ويعرض عضلاته قال لها اردي لنا الهياكل والجماجم ديال المجاهدين والمناضلين اللي قتلتي في ايام الاستعمار اممتك فرنسا ماشي من العاكزين قالت لهم انتم غير اعطوني الغاز ولا عليكم نعطيكم جمجومة من ورا جمجومة ومن 24 جمجومة تبين ان الستفقت هي اللي ممكن تكون ديال المقاومين اما الباقي فحسب جريدة نيويورك تايمز في العدد اللي صدر يوم الاثنين الاخير 17 اكتوبغ فهي في الغالب جماجم الوصوص تم اعتقالهم وسجنهم في ايام الاستعمار وقالت الجريدة ان من بين الجماجم يمكن يكونوا ديال بعض الخوانا اللي يخدموا مع الفرنسيس في ذاك الوقت كل دولة الجزائر هتافلات بعودة جماجم ديال الخوانا والوصوص داك شي علاي شكلات الدقة وضربات الطم هدي قصها ظكا ابن كيرانيا ووووو ولكن احنا كنقولوا الجيران غير صبرهم قال لي شمتك قال لي عرفتك وهانتم ما شفتو المغرب كيفاش قردع فرنسا وغير بلفن سحب السافر دياله محمد بن شعبون بلا ما يقولها عيط عليه وعينه مدير عام لصندوق محمد السادس اللي استثمار وخلص سفارة بيدون سافر وراه شوفه يمكن هاد الشي طول مزيان على باش المغري بيعين سافر اخر وهدي يخدمت المعلمين حيث احنا عارفين كون كانت العلاقات مزيانة مع ماكرون كونوا بقسي بن شعبون في مهمته وراه المغريب عامر كفاءات اللي يمكن تشغل منصب مدير عام ديال صندوق الاستثمار دبا ما عليناش تلجرح كيتجمع فوق القنطرة اللي كتربط المغريب بفرنسا وباش يدوب خصوا ما هي وما لونوها شوفوش حال من دولة افريقية عاقت بفرنسا وقررات تفرجها مالي مثلا تقدمات باحتجاج موثق بالحجج المجلس الامن باش يندد بالسلوك الفرنسي في هادي الدولة تصوروا ان فرنسا كتمو الجماعات المسلحة والارعابية في مالي حسب ها التقرير والله ينعلي ما يحجب اما بوركينا فاسو راه جماعات وطوات مع فرنسا وراه الرئيس الجديد ابراهيم تراوري ووجه رسائل التقارب مع روسيا ايه واش قالت علي الصحافة ديال الفرنسيز قالت عليها السيدي اراه حمقوا مخلخل حيت خلخليهم طلوع هادا بلا ما نهضروا على النيجر وعلى رواندا اللي طردات اللغة الفرنسية من عندها وعوضاتها بالانجليزية حتى احنا راح نكنت النوشاكيب بن موسى واش غيشمر على سواعده ويتحرك راه اللغة الفرنسية ما كتسوح تبصلة في السوق نفتخروا بعربيتنا ونزيدوا عليها لغة عالمية بحل الانجليزية وغنكونوا رفعنا من قيمة تعليمنا خليوا الفرنسية البوبكر الجامعي وفؤاد عبد المومني والمعطي مو نجيب خليهم يديروها بحل شي سبوب فشي زلافة ديال الما ويشربوها على الريق حيط راه يمكن تكون مزيانة الجعرة وباش نختم ده باي ان شاء الله بقات غير عشر ايام باش تنعاقد القيمة العربية وحنا والشعب الجزائري والعالم كله كان نرتاق بمشاركة العاهل المغربي ان شاء الله وراه عقلتم اللي بغاو يفهموش في عينية ويقولوا ان مالكنا ما غايشاركش في القيمة سكتناهم ومنهم الخابير ديال الموتى صديق معنين اللي عبقاريتو قالت ليه انه مادام ما كينش سافير مغربي في الزاير فما يمكنش المالك يمشي لها وهادوك الفاهمية ديال الارباعة الحلايقية قلنا لهم اللقوة ها هي مصادر من الجزائر اكدات ان المالك جايل عندهم وها هي صحافة العالم كتبات على الموضوع وقالت باللي مالك المغرب غايخطف الأضواء وكين في صحافة المشرق اللي سماته مالك القيمة وكين اللي قالت عليه راه يضوي الامكان صحافة الجزائر هاد اليام سكتات وطرزنات وما بقاتش تقول على بلادنا المروك بلاد المخزن ايواء هاكدا بغيناكم عافاكم الرزانة والتبازة حتى يدوز عرسكم بخير وديرها غازوينا اشتركوا في القناة